من منزل أرمالة موريس أودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو يقر بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اختفاء ومقتل الشاب الفرنسي الذي دافع عن استقلال الجزائر قطوة تعري تاريخ فرنسا الاستعمارية هذه الدولة الفرنسية التي كانت تتغنى بالدفاع عن الإنسانية وكانت تدعي الانتماء إلى المدنية قد داست على حقوق الإنسان خلال صورة تحليلية الجزائرية 54-22 موريس أودان أستاذ الرياضيات بجامعة الجزائر اعتقل في جوان 1957 عدب وقتل من قبل الجيش الفرنسي جريمة من جرائم الدولة الفرنسية تسلط الضوء على أرشيف التعديب والممارسات اللا إنسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية اعترافه فرنسا رسميا بتأسيسها لنظام يلجأ إلى التعديب إبنى التورة الجزائرية حقيقة ضلت فرنسا تفندها لأزيد من نصف قرن فهل الآن الأوان لتحقيق العدالة لموريس أودان وملايين الجزائريين الذين راحوا ضحية آلة التعديب الفرنسية